حمدي فتحي طبعاً النهاردة نزل وشارك وحمدي فتحي لو تفتكروا من شهرين فاتوا طلعت هنا قلتلكم إن حمدي فتحي جاي له عرض احتراف النهاردة يمكن لعب بقى هو رايق شوية لأنه كل المؤشرات بتقول خلاص إنه تم الاتفاق بدل أهلي والواكرة القطري على ضم حمدي فتحي مقابل 3.5 مليون دولار وإحنا من شهرين قلنا هذا الكلام بعض الناس طلعت فتت وبعض الناس لغاية النهاردة لسه بتقول ده لسه في نهاية السنة أصل نهاية الموسم طبعاً ما فيش حد ينتقل قبل نهاية الموسم يعني لكن حمدي فتحي خلاص حتى الشرق القطرية الصحيفة القطرية هي نفسها اللي أعلنت في تصريح أو في عنوان رسمي عندها أهو الشرق القطرية المصري حمدي فتحي إلى الواكرة طبعاً الواكرة القطري وحمدي فتحي الحقيقة من اللعبين المجتهدين جداً 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 في النادي الأهلي واللي يستحق الحقيقة الاحتراف خلال هذه الفترة وأنا الحقيقة بوجد شكر لنادي الأهلي أنه هيسمح له بالاحتراف لأن حمدي فتحي مقدم موسم أو مواسم ولا أربع حمدي فتحي على فكرة انتقل للأهلي من أمبي في 2019 وكسبان بقى عدد من البطولات مش عايز أقول لكم يعني أنا عايز أجيب لكم الإحصائية بتاعته لأنه حمدي فتحي لما أقول لكم الإحصائية بتاعته مش مش هتصدق في أربع السنين حمدي فتحي خد كان بطولة أنا هكلم كابتن محمود الخطيب يأيدني في الفرقة دي لأنه خلال السنة ممكن أطلع ببطولتين ولا حاجة بصوا من 2019 لـ 2023 حتى لو ما لعبتش يعني ما فيش مشكلة هاخد بطولاته وانا قعد في البيت يعني ما صافيه واخد بطولاته وقعد في البيت هه بص الحمدي فتحي من 19 لدلوقتي واخد إيه بقى واخد اتنين دوري عام واخد اتنين كاس مصر واخد اتنين سوبر مصري واخد اتنين سوبر إفريقي وتلاتة دورة أبطال إفريقيا هتقول أكتر حاجة كسبة دور أبطال الأفريقي ليه؟ لأن الأقل بيكسب دور أبطال الأفريقي أكتر ما بيكسب الصبر المصري وأكتر ما بيكسب كاس مصر يعني الأقل بيعنده قدرات على المستوى الأفريقي وتسايد القرى للدرجة دي لدرجة أنه في ناس بقى تسميه دور أبطال الأهلي مش دور أبطال الأفريقي حمد فتحي عنده 28 سنة لعب السنة دي مع الأهل 34 مباراة سجل أربع أهداف صنع كمان أربع أهداف في لعب 2269 دقيقة من اللاعبين الحياة المميزين والمكتهدين والنهارده الحياة الزبط شوية نص الملعب لما نسك